مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي كنحاول أنني كل خطرة يعني نقطف هذا الاتفاق هذا عندما بها الكمية هذي كنحاول أنني نعود نديلكم فيديو علاش لأنه رأى في الحقيقة نبتة معجيزة أنا كنعتبرها نبتة معجيزة عندما كما تشوفوا معايا كل كي يأكلها عندما تذكر هو كي يأكلها الصغار كذلك والذي ضروري أنهم يأكلوها وهما الأمهات هذي الأمهات كنوا متأكدين أنه بغيتوا هذي الألنب ديكم يكبروا بواحد طريقة سريعة ويكون عندهم مناعة وما تديروهمش الأدوية الأدوية ما تديروهاش قاع وهي هذي النبات هذا علاش لأنه فيه الحليب بغزارة عندما شوفوا سبحان الله مني غاديين قرض هكذا شوفوا الحليب اللي كتلقوه في الجذور ديال هذي النباتة هذي هانتما شوفوا شوفوا سبحان الله هانتما هذين قرض هانتما شوفوا معايا الحليب اللي كيين فسط هذي النبتة هذي أي جهة قرضتو كيخرج منها واحد سائل أبيض وهو عبارة عن حليب هانتما سبحان الله هذي النبتة هذي أنا راني كتلكم في مكان مشي ندير شي فيديويات كنحاول أنني نعود لكم هذي الفيديو هذا لأنه بغيت الناس أنهم يعرفوا اسمه هي تربية الألنب تربية الألنب هو هذي النبات هذي هذي النبات هذي عامر بالحليب سبحان الله راه يعني أنتم كما كتشوفوا معايا راني هذي هذي يعني هذي النتوات اللي عندي راه كلهم عوتاني ولدولي هانتما هنتما تبارك الله هانتما هذي هذي راهو والده هنتما هالأمتة التانية هنتما تبارك الله تبارك الله كلهم غادين غيب هذي النبات أنا كنقل عبر الله هنتما التالتة هنتما ما شاء الله هنتما معايا هنتما الرابعة بخاوك وده في تواريخ مختلفة ولكن بغيتوا أنهم يكبروا بصحة جيدة ويتمشوا معاكم يعني وتحسوا بواحد النمو سريع وبغيتوا ما تديروش أدوية الناس اللي بغيوا يقول لك بغينا وش ممكن أنني نربي الأرانيب بدو منذ الأدوية الأرانيب وهي المناعة إذا كانت عندهم المناعة قوية ممكن أنهم يحاربوا هذي التسممات اللي كتكون على مرة السنة تسمم دموي تسمم فيروسي تسمم البكتيري كل شيء هذي غادي مع هذي النبات المعجزة لأنا يا بحقيقة يعني لاحظت أنني الحمد لله يعني خلفة مور خلفة ما كان لقاش مشاكل الحمد لله وبغيت تكون تنتومة تكون عندكم هذي التربية ديالي لأنه راه كل شيء كل شيء متوقف على هذي النبات هذا هنتوم الشكل ديالو الشكل ديالو راه كيكون نبت إما على الجانب ديال الطرقات إما الناس اللي عندهم الأرض كبيرة ويعني كين لما موجود راه كينبت بدون ما تزرعوا هذي النبات هذي راه كينبت بدون ما تزرعوا كينبت غيبوا حدو هنتوم ها راه كينبت غيبوا حدو هنتوم أنا غانو بريكم تقريبا الشكل ديالو كيباش كيكون دير كتكون هاكا هانتوم وكتكون طويلة واحد شوية هانتما كيكون الجوانب ديالو كيبانوا بحلي هما مشوكين وهما ماشي مشوكين غيش شكل ديالو كيبان مشوك ولكن حداري موحد النبتة كتشبه لها هي بحالها ولكن ماشي 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 اتفاف هانتوم ويلا لحتوا معاييرا فيما كان قرضوها كيخرج الحليب فيما تقرضها كيخرج حليب يعني هي عامرة بالحليب لا الجوذور ديالها لا الاوراق ديالها كل شيء هنا كان يعني الحمد لله لقيت راحتي في تربية ديالالانب فهب النبتة هذي هانتوم وما لماذا بعد جبت لهم هذة الكمية هذي وسبح الله هذة الكمية ماشي من لابد انكم غديت يعني تخليوها تشيبس لا كي تقطفوها اعطيوها لهم علاش لانها هي مخصص شيبس خصيكو ايه وما ياكلو هذة الاغصان هذي المليئة بالحليب يعني قدرتو تعطيوها لالأمهات رهاء صالحة ما قدرتوش تحصلو عليها وما قدرتوش تعطيو القاطع كامل عطيو غير الأمهات إلا قدرتو تجيبو غي عريش يعني في النهار يعني واحد كميها كا وتعطيوها الأرنب هكا التاكل منها هنتوم كيما كتشوفو راهاء مفيدة ومفيدة بزاف لالصحة ديالالأم لالصحة ديالالأرانب الصغار بالنسبة للمناعة وكل شيء تربية الأرانب توقف على المناعة المناعة ثم المناعة هنتوم أنا غادي نديلهم هاد الكمية هاده 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 هاد سبحان الله هذه النبسة عنكم شوف غير ريحة ديالها يعني كتهيجهم أنهم يأكلوا منها هذه الحقيقة هي الأساس للتربية ديالالانيب هي هذه شوفوا معي اتفاق الله الناس اللي عندهم الأنانيب ديالهم كيعاني ومن ضعف ديال الشهية ما بغينش يأكلوا أعطيهم هذه النبسة هذي وشوفوا الأكل ديالها يعني كيفاش كيبقوا يديروا معها شوف شوف شوفوا سبحان الله انهم كيبقوا يتركلوا باش يأكلوا هانتم شوفوا كيفاش غادي نعطيها لهم أنا بغوا يخطفوها لي من يدي هانتم سير 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 شوفوا سبحان الله هانتم ورهم واكلين هانتم ورهم واكلين الخبز والدراء وكل شو لكن هذي النبتة هذي بدات انهم كيموتوا عليها انهم أذيت أنا كنعتبرها هي أساس التربية ديال الأراني اني ممكن أنكم تعطيوها الدكور البالغين وخصوصا الأمهات الأمهات بغيتوا الصغار ديالكم هكا يكبروا بوحط طريقة بدون أدوية أنا كنقولها لكم بدون أدوية أنا هذي النبتة فيه ما غادي مقا نجيبها مقا نديلكم فيديو باش باش مذكركم باللي راه هذي النبت هذا أنتم الفوق دياله شكي باش كيكون دير كيكون بحل 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 يمرد أنتم سبحان الله كتطعوا هالهم كاملة كل شي كياكلوا أنتم راه ها نبتة ما كتتزرعش هي كتتغيكت يعني كتتلقوها في جوانب ديالطرقات مثلاً وكيما كتلكم الناس اللي عندهم اللي عندهم يعني الأرض أنتم ما كتكون هاته إما صغيرة هكا بعد الحجم هذا إما كتكون الارتفاع دياله عالي ولكن أنتم ما هتتعرفوها غير من هات الشكل هذا هاتم المكتبان هنا هي بحل مصننة ومشوكة وهي ما مشوكاش هاتم ممكن أنني نلمس فيها ما فيها الشوخ الشكل دياله غير هكا هاتم أي جهة بركتوع لها كيخرج منها واحد سائل أبيض أنتم سبحان الله هاتم أنتم مسائل أبيض حريب أنتم أنتم سبحان الله هاتشي لمشا تشربوا هاد هاد الصغار هادو أرى هتعطيهم موحب الحيوية بدون مدلهم لا فيطامين لا أي حاجة هاد النبتة أرى أنا كنعتبرها نبتة معجزة بالنسبة الأناني أنتم إذا الحلقة ديالنا هي هاتي أنا كيما كنبغي الخير راسي كنبغيه كنبغيه لجميع المربين مبتدئين محترفين للي كياربي الأرانب كنبغيه لو الخير وخصا المتابعين ديالي والمشاهدين ديالي اللي كيبغيوني وكي يتابعوني وكنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي لم يشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف إلى اللقاء في الحلقة المقبلة تكيوه على زر الجام كي يصلكم وما تنسونس زر الجرس وتكيوه على زر الجام متنسوناش إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر